وفي سياق متصل رفعت الكنيسة الأرثوذكسية الصلوات الجنائزية في كافة كنائس المملكة لراحة نفوس شهداء كنيسة القديس برفيريوس في غزة وكافة شهداء القطاع من الضحايا ففي كنيسة دخول السيد إلى الهيكل للروم الأرثوذكس ترأس سيادة المطران خريستوفورس مطران الأردن للروم الأرثوذكس الصلاة حيث قال في كلمته صلواتنا اليوم هي لأجل أرواح شهدائنا في فلسطين وغزة نصلي ليعز الله نفوس أقاربهم ويمنحهم الصبر في هذه الظروف العصيبة وأكد سيادته أن الكنيسة تقف خلف موقف جلالة الملك عبدالله الثاني الرافض لتهجير أهلنا في غزة مقدرة لجلالته الجهود الدبلوماسية التي يتبناها في القمم واللقاءات الدولية حضر الخدمة الدكتور رمزي خوري الرئيس الأعلى للجنة الرئاسية الفلسطينية لشؤون الكنائس وسفير دولة فلسطين السيد عطلة خيري بمشاركة جموع من المصلين ونحن نطلب ونصلي من أجل السلام الأمن والاستقرار في بلادنا المقدسة ربنا معنا وفي النهاية توقيع النهاية سيكون عادل حق مع أنه مرت خمسة وسبعين سنة ولكن شو الخمسة وسبعين سنة بين في أعين الأبدية في أعين الله هي كلحظة في داخل الأبدية ولكن نحن موجودين باقين في قلوبنا في إيمان في رجاء في ثقة في عدالة الله في ثقة في شعبنا المناضل في ثقة بمليكنا في ثقة بقياداتنا اللي رح الدافع عن القدس والأماكن المقدسة بكل المحافل ورجاءنا أنه ربنا يكون معهم حتى نقدر أنه نجتاز هاي المرحلة السعبة